مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخذوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وملوه شي تهاني حبني ومات على شاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير نحتاج التفسير انا حشرح ليك وافصر ارجوك بلاش تكفين انا مش كافر انا مش كافر انا انا مش كافر احبانا مشاهدين في كل مكان في العالم من خلال شاشة قناة القرم براحة بكم وحلقة جديدة من البرنامج انا مش كافر موضوع حلقة النهاردة رسالة المسيح رسالة الحب انا مش كافر ده فكرة البرنامج وكان الغرض من فكرة البرنامج باستمرار وفي كل حلقة ان نوصل رسالة المسيح انها رسالة التصالح رسالة السلام رسالة المحبة للجميع وبين الجميع الغرض من انا مش كافر ان نقول للناس اللي دايما بتضهد الفكر وبتضهد كل واحد يفكر ويكرر ان يختار لنفسه الطريق اللي يسير عليه نقول لهم لا يمكن ابدا ان يكون هناك ايمان تحت تهديد السلاح لا يمكن ابدا ان يكون هناك ايمان تحت الاضطهاد او تحت الافتراء او التعذيب ولا يمكن نتصور على الاطلاق ان يكون الله جل جلاله الله الذي هو نعبده وننحني ونكسه امامه الله الذي اعلن في كلمته ان الله محبة ان يوافق على ان تكون العبادة له قائمة على التهديد او انني توارست ديانتي من ابائي او انه لمجرد التفكير اجد من يهددني ومن يحاول قتلي ومن يحاول الحجر على تفكيري او منعي من ان انا افكر او اختار عشان كده احنا انا والقناة وكل اخوتنا طالعين نقول انا مش كافر حتى لو في وجهة نظرك انا كافر انا مش كافر لان اخترت ان اقمن بالاله الحي الاله المحب الاله الحقيقي ومع هذا انا اكدني لك كل احترام وكل تقدير رسالة المسيح هي رسالة الحب وده موضوع حلقتنا وده رسالة المسيحية على مر العصور والاجيات وده هدف الانجيل وموضوع الانجيل الانجيل هو البشارة الصارة هو الخبر المفرح للجميع ان الله يحب العالم كله عشان كده ما عندناش موضوع تاني في الانجيل نتكلم عنه ما عندناش رسالة تانية نقدمها غير رسالة الحب في احد التعليقات اللي كتبت على الحلقة الماضية مع الأستاذ أحمد حرقان واحد كاتب هل كل الكلام حب في حب ورادت عليه حادي ثاني وقال آه هي حب في حب نعم المسيحية هي حب في حب نعم رسالة المسيح هي الحب نعم موضوع الإنجيل هو الحب نعم غرض الله من إرسالية المسيح أن يعلن محبة الله للإنسان إذن هي حب في حب حب من الله للإنسان وحب من يسوع للبشرية برهن عنه بموته على الصليب ووسيطه الأخيرة والعظمة أن نحب بعدنا البعض كما هو أحبنا إذن رسالة المسيحية هي الحب قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة وعندنا اختبارات شيكة جدا لإخوة عابرين إزاي اختبروا محبة المسيح في حياتهم بما يتفق مع موضوع الحلقة أيضا هنترك التليفون لأي واحد عنده أي سؤال يخص رسالة المسيح وموضوع الإنجيل هنبدأ كما تعودنا في بداية كل حلقة نحن نصلي ونحن نطلب وجه الرب ونحن نكون رفعين قلوبنا للرب ونحن نصلي عندي بعض الأخبار اللي بطلب من حضراتكم أنكم تصلوا لأجلها الخبر الأول قرأت أم أمس واليوم عن أن سالي حرقان زوجة أحمد حرقان تعرضت للإجهاد وده كان طفلها الأول وعملت عملية عشان تجهد وده نتج بناء على المعاملة القاسية والتعذيب اللي لاقته وقت ما اتحجزوا في الإسم في اسكندرية والسؤال اللي بوجهه للمسؤولين ولا سيامة في الملف الأمني ولا سيامة في الملف الديني الشخص اللي بيفقر والشخص اللي كل إمكانياته وأدواته هي الكلمة إيه الغرض من تعذيبه وإيه الغرض من اضطهاده وإيه الغرض من حبسه وإيه الغرض من انتعاد عليه أنا أريد أن أعرف على مدى سنين طويلة جدا جربنا وسائل التعذيب وسائل الضرب والسجن والأهانة ولا سيامة مع اللي قرروا أن هم يتركوا الإسلام سواء بقى آمنوا بالمسيح أو سواء اختاروا طريق آخر أو رفضوا الدين أو رفضوا الديانات عمتا إيه الغرض أنك تتطهده إيه الغرض أنك أنت تهينه إيه الغرض أنك أنت تسيق ليه إيه الغرض أنك أنت تهدده وتسجنه إيه الغرض أنك أنت تحاول تعذيب فيه وتوجه ليه كلمات صعبة جدا من الساب والشتاهم وأنا أسألك بطمير صالح أين هو ضميرك وأنت بتعمل كده أين هي الأخلاقيات الأدبية اللي موضوع جوانا هل أن أنا أبعث للناس وأتكلم عن ديني هل ده يتطلب أن أنا أهين الناس عشان أفتكر أن أنا كده بعز ديني وأنا كده بكرم ديني هل أهانة الناس هي عزة للدين هل إطهاد الناس هو إكرام للدين هل قتل الناس وضربهم وسحلهم وتعذبهم هو رفع لمقام الدين هو رفع لمقام الإله لأنني أنتمي لي أنا لا أعتقد هذا كل الوسائل دي هي ضد الأخلاقيات الأدبية اللي احنا تولدنا عليها كل الوسائل دي هي ضد الإنسانية أنت تسيق لنفسك قبل ما تسيق للشخص اللي أنت ماسكه ومستغل سلطتك وبتحاول تهين فيه لمجرد أن قال رأيه بالفكر وبالكلمة حتى لو كان ضد معتقدك ماذا أفادهم من قتلوا فرج فودا ماذا أفادهم من تعدوا على نجيب محفوظ وسبوا طاحسين ماذا أفادهم من وقفوا في وجه ناصر أبو زيد ماذا أفادهم من وقفوا في وجه سيد القمن وغيرهم من المستنرين والمفكرين هل هذا هو إعلاء للدين هل هذا هو إكرام للدين هل هذا هو إرضاء لله هل تعتقد أن الله يرضى بأشياء مثل هذه عشان كده من فضلكه خلونا نكون بنصلي لأجل الوقت الصعب ده أعلم تماما أنه وقت مؤلم على سالي وعلى أحمد لما يشعروا أنه الولد والطفل اللي كانوا بينتظروه فقدوه والنتيجة بسبب الضرب ليه؟ بسبب الرأي والفكر خلونا نصلي لأجلهم خلونا نكون بالفعل مش بالكلام لكن بالعمل والحق بنقدم لهم رسالة الحب رسالة المسيح رسالة الحب أيضا خلونا نقوم بنصلي لأجل أسيا ببيل اللي هي المواطنة الباكستانية اللي حكم عليها بالأعدام بتهمة غريبة لا تطبق في الدول الإسلامية إلا على غير المسيحيين من حق المسلم يهني اللي قدامه من حق المسلم يسب اللي قدامه من حق المسلم يتعدى لفظيا وجسديا على الشخص الآخر لكن لمجرد أن واحد يسأل سؤال أو يقدم معلومة وهي أصلا من داخل القتب الإسلامية اللي بتحتوي على معلومات كثيرة جدا ضد العقل والمنطق يعتبروه على طول أهانة وازدراء بالدين هذه الأخت حكم عليها بالأعدام وثبت الحكم أرسلت رسالة إلى بابا روما قالت في رسالتها أنا ابنتكم آسيا أتوسل إليكم صلوا من أجلي ومن أجل خلاصي وحريتي في هذه المرحلة لا يساعني إلا أن أتساءل أو أسأل الله الكلي القدرة أن يساعدني باسم الآب الكلي القدرة ومجدي أشكركم على دعمكم في هذه الفترة التي أعاني فيها من المعاناة والإحباط خلونا نصلي لأجل أسيا أيضا بمنتهى الحزن والأسى والأسف أسرة بحجد كبير في مدينة في باكستان في أقليب البنجاب تم حرقهم تحت ادعاء أنهم دنسوا القرآن وأهانوا الإسلام حرقهم وهم أحياء في داخل فرن لصناعة الطوب خلونا نصلي لأجل ثلاث مواطنين في الإيران حكم عليهم بالسجن 17 سنة مع النفي فيما بعد لأجل اتهموهم بالتبشير بالمسيحية لهم الحق أن يدعوا للإسلام في أي مكان يفترشون الشوارع في بلاد أوروبا يقدمون القرآن أمام أعين الجميع ولا أحد يتكلم معه يستغلون الحرية في البلاد الغربية اللي من وجهة نظره أنها بلاد قفرة ومشركين ينعمون بالحرية ينعمون بالحقوق المواطنين ينعمون بكل الخيرات يستغلون الحرية يقدمون شعائرهم ويقيمون مشاعرهم ويقدمون الإسلام يوذعون المصاحف لكن في بلادهم ممنوع أنه قفر لو شخص قدم إنجيل أو تكلم عن رسالة المسيح أنه قفر أنه يجب أن يحاكم هذه الفاشية هذه العنصرية من أين أتت العنصرية اللي موجودة في قلب المسلم من أين أتت لما يهاجم المسيحية ولو حد تساءل مجرد سؤال في نص في القرآن أو حديث يعتبره زنديق وكافر وخرج حتى لو كان مسلم خرج عن الدين ويفضلوا وابل من كلمات والتهديد والشت العنصرية دي مصدرها إيه مصدرها إيه كانت فيه صورة يمكن البعض شفها لواحد التقطة في شوارع العالم لا توجد مظاهرة واحدة قام بها المسلمون في شوارع العالم ينددون بأفعال داعش ضد الآزيديين وضد مسيحي الموصل وضد التسعير اللي عملوها في بياء البنات الآزيديين ومسيحي الموصل لكن لو رسمة واحدة في أي مجلة حتى لو مش مشهورة الشوارع تتقلب الكنيس تتحرق المسيحيين في شوارع يسمعوا أكثر الألفاظ إيه العنصرية مين مصدرها وعلى أي أساس خلونا نصلي لأجل طلبات في أخت عابرة أيضا ممسوكة في أمن الدولة السويس والنتيجة فقط أنها مؤمنة بالمسيح في أخ عابر ما عندهش مسكن ولا مأوى موجود في مصر إخوة كتير عابرين متقلمين بسبب الظروف المسكن والعمل خلونا نصلي الأجل كمان موضوع شائق جدا أنا نفسي مش قادر أعمل فيه حاجة كثير جدا من البنات العابرات اللي اختاروا أن يؤمنوا بالمسيح عدد كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي وهناك مشكلة اسمها الارتباط وهناك مشكلة كبيرة اسمها ضغط من الأهل اللي هما لسه ما زالوا مستمرين في نطاق صارهم ضغط من الأهل عشان يرتبطوا ارتباطات لأشخاص المسلمين وهم يرفضون بناء على شو قلبهم أن يرتبطوا بشخص زيهم يقدروا يفهموا طبيعة إيمانه ومحياة إيمانه ده موضوع صعب جدا ومش لقي له حل وأنا أنتظر الرب في حل فخلونا نصلي لأجل هؤلاء البنات أخ عابر كتب لرسالة وقال لي لا ألوم على الكنيسة لكن أتساءل ولا ألوم على أهلنا المسيحيين اللي جئنا نعبد الرب ونتعبد للرب في وسطهم لكني أتساءل أين هي البيوت التي تفتح لإيواء البنات التي اضطرد أن تترك بيوتها ويعاملونهم كبنات لهم لحم من لحمهم ومعظم من عظمهم أين هم الأشخاص الذين يتبنون أشخاص مثل هؤلاء لأجل إيمانهم حرموا من المسكل ومن العمل خلونا نصالي أن الرب يقيم وأن الرب يشغل بال ألوب كتير وأن الرب يحرك أشخاص كتير أنا عارف أن العدد كبير أنا عارف أن الكنيسة في الشرق الأوسط بتمر بظروف صعبة وتحديات أمنية صعبة جدا لكن خلونا نتكاتف لأن الرب بيعمل عمل عظيم جدا 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 في الشرق الأوسط عايز أقول لكم آلاف الرسائل وملايين البشر اللي بيختبروا المسيح في الشرق الأوسط خلونا نعرف نحن نحصد دموع وصلوات لكثيرين عبر سنين مختلفة مئات من السنين لأبطال وقدسين أفاضل كانوا يصلوا لأجل عودة المسيح بقوة للشرق الأوسط ونحن الآن نحصد برقات هذه الصلاوات خلونا نقوم بنصلي أن نقوم جادرين جادرين أن الرب يستخدمنا في هذا التوقيت لنشارك كفاعلة لأجل الحصاد الكثير الذي ملأ الحقول الرب يعمل بقوة فدعونا نعمل مع الرب ودعونا نتبارك من خلال هذا العمل خلونا نصلي يا رب مكتوب عن جلالك أنك سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر يا سيدنا الرب نأتي أمامك ورب ونحن نكسو ونرقع ونسجد أمام عرش جلالك ليس لنا سواك يا الله نلجأ إليه أنت الملجأ وأنت الحص وأنت السند شكرك جدا لأنك رب إله محب لم نأتي أمام إله جبار منتقم غاضب يبغض البشر لكن نأتي أمام الله محبة الذي يحب الجميع ويده ممدودة للجميع بلا استثناء على كافة أطيفهم وألوانهم وانتمائتهم فأنت تحب الإنسان لمجرد إنه إنسان وليس لأنه مسيحي أو مسلم أو بوزي لا تصنف البشر لكن تحب الجميع يا رب ليست محبتك فيها محابة أو تشمل مجموعة دون مجموعة لكن محبتك للجميع على حساب النعمة وعلى حساب عمل المسيح وعلى حساب الدم الكريم اللي برهن عن محبة يسوع للعالم نأتي أمامك ونصرخ لك لكل طلبات اللي رفعناها أمام عرش جلالك اذكر سوريا واللي بيدور فيها يا رب اذكر إخواتنا الأقراض يا رب أذكر إخواتنا الأزديين يا رب أذكر إخواتنا أيضا الشيعة اللي بيعانوا معناه شديدة جدا في شمال العراق يا رب أذكر يا رب اللي وقعوا في أيدي المستوحشين الذين للأسف ينتمون إلى بني البشر ولا سيامة من النساء اللي وضعوا في سوق النخاس يا رب يباعوا مثل السلع وتوضع لهم يا رب أرقام يباعوا من خلالها تسعيرا أصبح الإنسان الآن تسعيرا بثمن هذا الإنسان الذي خلقته لأنك تحبه يا رب من ينقذ ومن يخلص يا رب اتدخل بقوة يا رب وبسلطان في أمور إخواتنا الأزديين والبنات يا رب أمور إخواتنا في الموصل يا رب في العراق يا رب البلد المتمذقة فرق البلد اللي بقى لها سنين يا رب بتعاني ويعاني شعب العراق من الألم والموت كل يوم يستيقظون على صوت الانفجارات والقتل والزبح والانتحار والتفجير أخواتنا في سوريا يا رب في مصر أذكر أسر الأطفال والحادسة بتاع البحيرة يا رب اللي في سهاج اللي في كل يا رب اللي بيحصل في بلادنا في مصر في ليبيا والخراب والضمار اللي الناس بتصنعوا وتعتقد أنها تريد أن ترفع شرع الله هل شرع الله هو الزبح والقتل والنح حاشا يا رب يكون هذا هو طريقك حاشا أذكر اليمن أذكر أختنا أسي يا رب أذكر أهل يا رب وأصدقاء الأسرة اللي تم حرقها وهم أحياء في فرن لصناعة الطوب يا رب شدد وشجع أذكر أختنا سالي وأخونا أحمد وكل شخص متألم كل شخص خلف القطبان لأجل قضية الرأي والإيمان والمعتقد من فضلك أوصل للكل لأنك إله الكل محب للجميع أنا أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة أنا أشكرك لأنه لن نغذى أبدا لأننا إلى حي بيسمع ويستجيب أذكر موضوع الحلقة أذكر يا رب مشاركات إخواتنا التي يشاركونا بيها أذكر كل اختبار وكل مشاركة وكل اتصال وتليفون أذكر فريق العمل رسالك للقناة القائمة عليها رب أشكرك وبعظمك أنك يا رب هنرى يمينك بتتحرك بقوة في كل الأمور في اسم يسوع المسيح آمين في إنجيل يوحن وصحة مستاشر وعدد اتناشر بيقول المسيح له كل المجد هذه وصيتي أن تحب بعضكم البعض كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي أنتم أحبائي فعلتم ما أوصيكم به لا أعود أساميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي وأيضا يقول لرب المجد المسيح في إنجيل متى وإصاح خمسة ومنعدة تلاتة واربعين موضة الجبل تحت عنوان محبة الأعداء سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض أعدوك هذا هو شعار العالم هذا هو مبدأ العالم وكل الديانات الموجودة على الأرض لكن المسيح يأتي بتشريع جديد ومنها الجديد ربما لا تكون متآلف معه أو متفق معه أو لا تستطيع فعله لكن هذه هي شريعة السماء في المسيح سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض أعدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتردونكم وعايز أتوقف عن جزئية هنا لما المسيح يقول كده أحب أعداءكم وللأسف الشديد لقيت بعض الشيوخ المسلمين شخص مسمي نفسه ومكافح الشبهات أو أبو عمر الباحث وبعض الشيوخ المسلمين يقول لك أن هذه الآية تبرهن عن أن المسيحيين بيعادوا الآخرين عشان كده المسيح بيقول لهم أحب أعداءكم أنا عايز أقول لكل شخص بيفسر الإنجيل على مزاجه أو بيزور في التفسير أو بيجذب في التفسير للأسف أن المسيح عندما يقول أحب أعداءكم ليس هنا يقصد أن للمسيحيين أو أن المسيحيين يعادون البشر على الإطلاق لكن العداوة بتأتي من أين العداوة تأتي من الآخرين تجاه المسيح المؤمن تجاه الشخص اللي ارتبط بالمسيح تجاه الشخص اللي أعطى نفسه للمسيح من هنا تأتي العداوة فالأعداء ليس هم أعداء لأن المسيحيين يعادونهم المسيحيين هم تابع المسيح والمسيح هو الحب المتجسد عشان كده الدليل على صدق ما أقدمه يقول المسيح كده يقولي وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتردونكم فإذا أنا المترود أنا المساء إليه أنا الشخص الموجه لي الإساءة والموجه لي الإهانة والموجه لي الطرد فإزاي أنا أكون بعادي شخص وبكون مطرود وده سؤال بوجهه للإخوة اللي بيحاولوا يقولوا أن المسيحية مفهاش محبة والكلام ده بيغضعكو بيه لا كلمات المسيح واضحة جدا ومن فضلك ياللي نويت تلجع للإنجيل ما تاخدش آية وتترك آية ما تاخدش نص أو كلمتين وتترك الباقي نكمل سمعتم أن الله قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم النتيجة والغرض اللي رب المجد المسيح عايزنا نوصل لي لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات إن فعنا هذا إن أحببنا أعداءنا إن باركنا لعنينا إن أحسننا إلى مبغضين إن صلينا لأجل الذين يسيئون إلينا ويطردوننا بلا سبب فقط لأجل أننا اتبعنا المسيح وصرنا على نهج رسالة المسيح النتيجة اللي الرب عايزنا نوصل لي لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات يقصد الرب له كل المجد فأنه يشرك شمسه على الأشرار والصالحين ويمتر على الأبرار والظالمين لم يمنع الرب وأنا أقول للمتعصبين بإسم الله والذين يقاتلون بإسم الله والذين يتهدون الآخرين بإسم الله والذين يسيئون للبشرية بإسم الله أقول لهم هل وجدنا في يوم من الأيام أن الشمس طلع على مجموعة من المحسنين والمتقين والشمس مظلمة على مجموعة من القفرة والملحدين وأصحاب الديانات الأخرى يا أخي إن كان إله السماوات والأرض يشرك شمسه على الأشرار والأبرار إن كان إله السماوات والأرض يمتر على الأبرار والظالمين إن كان إله السماوات والأرض يفتح يده ويشبع كل حي إن كان إله السماوات والأرض يعطي خيراته للجميع إن كان إله السماوات والأرض وهب الأرض للكل فمن أنت أيها الإنسان الذي تقتل أخيك الإنسان بإسم الله أي إله هذا أعتقد يقولون قل إنما إلهنا وإلهكم واحد متأسف متأسف لسنا وليس إلهنا وإلهكم واحد على الإطلاق إلهنا إله محبة لا يريد أن ينطقم من البشر لا يريد أن يقتل الإنسان أخيه الإنسان بل إلهنا المحب يقول لنا أحب أعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسوقون إليكم ويتردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم فلو يشرك يشرك شمسه على الأشرار والصالحين يمطر على الأبرار والظالمين 46 نفس الإصلاح لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم قانون العالم كله بحب اللي بيحبني بحب اللي من ملتي وديني وكنيستي وشرعي وحرتي وبيتي وعيلتي ده قانون العالم ده قانون العالم ده قانون الإسلام ده قانون كل للأسف الديانات اللي موجودة على الأرض لكن قانون المسيح إن أحببتم الذين يحبونكم في أي أجر لكم أو أي فضل لكم أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا أو يفعلون ذلك العالم كله ماشي بهذا القانون العالم ماشي بقانون واحد اسمه أحب اللي بيحبني أبادل الحب مع من أشعر من خلاله بالمحبة أبادل الحب وأحب اللي في ملتي في ديني في مذهبي ده حتى داخل الدين الواحد تنعدم المحبة ده حتى بنلاقي الآن القتل على الهوية الدينية وعلى المذهب يعني عشرات الفيديوهات قتل السني للشيعي وربما العكس أو للآخر واحد يقول لي يا أخي خليك منصف هذا هؤلاء لا يمثلون الإسلام هؤلاء الإسلام منهم بريء المسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن كما أوصاه القرآن وأنا أقول لك من قاتل عمر بن الخطان من قاتل عثمان بن عفان من هم الذين أتوا ذاحفين على رأس الجيوش من مصر ليحاصروا عثمان بن عفان ويمنع عنه الدخول دخول أحد من قتل عثمان بن عفان من قتل الزبير وطلحة في موقعة الجمل بين عائشة من طرف ومعها الزبير وطلحة وجمع غفير من المسلمين وعلي بن أبي طالب من طرف آخر ومعه جمع غفير من المسلمين ونحن نتكلم عن تاريخ قرابة الـ 27 سنة أو 28 سنة من 28 سنة هجرية من بأثة محمد يعني بعد 18 سنة تقريبا أو 17 سنة من موت محمد يعني بتتكلم عن ناس معصرين لمحمد بتتكلم عن علي بن عبي طالب ابن عم محمد بتتكلم عن عائشة الزوجة المحبوبة لمحمد بتتكلم عن طلحة تتكلم عن الزبير هؤلاء الأشخاص من أوائل المسلمين وهم يقاتلون بعضهم البعض من قتل علي من قتل رأس الحسين وصار جسد الحسين وداس تحت أرجل الخيل في حرب موقع الصفين والنهروان للأسف أصبح الحب منعدم لكن رسالة المسيح رسالة الحب أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك إن أحببنا الذين يخبونهما إن أحببنا من في طائفتي مذهبي الفكري الديني وللأسف وللأسف وأنا لست ضد أي شخص حتى تاريك الدين بدأوا يعملوا مجموعات وبدأوا يظهروا مشاعر ليس فيها ود أو محبة للآخرين اللي هما بينتموا إلى الأديان كل العالم ماشي بالقانون ده كل العالم نحب الذين يحبوننا أحب من يتفق معي في الفكر والمذهب أحب من يتفق معي في المبدأ والدين أحب من يرضى ويتوافق معي لكن رسالة المسيح الرسالة المنفردة الرسالة اللي ملها الشبيه الرسالة السماوية الرسالة اللي انفرد بيها المسيح عشان كده احنا بنقول المسيح ليس مثله وليس من يشابهه أو يشابه رسالته قال كده أن نحب أعداءنا وإن سلمتم على أخواتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا قونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل رسالة المسيح هي رسالة الكمال وأنوار رسالة الكمال هو الحب والحب للجميع والمحبة للكل هذه هي رسالة المسيح لا نصطنع المحبة ولا ندعي ذورا المحبة لكن نحن نقدم المسيح المحد هاخد تليفون من أختنا بنت الرب من فرنسا تفضلي أيها مساء الخير يا أخي أندرم مساء النور أهلا بيكي أنا بشكر الرب يسوع لفتحت الباب لعشان أشهد لمجد اسمه أشكرك أشكرك يا أخي أندرم على هذه المحبة وعلى هذه الجهد اللي بتعمله عشان توصل قلة الحق وبشكر كل مشاركي مع حضرتك في شكرا الرب يبركك أشكرك جدا أختي هل حابة تشهدي عن عمل نعمة الرب في حياتك أنا حابة أشهد في نعمة الرب في حياتي لأن الرب هو كل حياتي دلوقتي وهو لنور حياتي من الضلام لنور أمين أمين لنبدأ الرب ما فيش أي حاجة أنا كنت مسلمة أنا كنت مسلمة وتربيت في أسرة مسلمة عادية جدا أبويا ماك خلي عندي خمس سنوات تربيت مع أمي وإخواتي وكبرت في بيت عادية جدا والأخي الكبير يتعد علي وأنا عندي ست سنين وكبرت منهارة منحكمة وفي الظروف لا تتر ست البلد وهربت لأوروبا هربت لأوروبا عند أخوات اللي كانوا موجودين هنا واجوزوني غصبا عني بقوا واشتيروا فيا زيما هم عايزين لأما جوز لقيت أكبر من النار اللي عشت فيها وانه بلد صغيرة ضربوا إهانة وشكيمة وما فيش احترام وما فيش تقديره وبهدالة وحارب من الأولاد خليك تتنين الأولاد مع الجوز المسلم ده وشفت أكتر من الزل اللي كنت عايشة معاه في الوحدي ده المسلم بيصل وبيسوم وبيخرج ذكا وما بيصيبش فرض عشت معاه أكتث أيام في نور خدت أولادي وارجعت على البلد أوروبا اللي خدني منها أول مرة وهربت ثاني من أهلي وخدت أولادي هربت أصلا من الإسلام خفت على أولادي لقيت ربه زي ما تربيت أنا كبرت على الحق كبرت على النفاق كبرت ما عندناش حق نعبر على اللي جوانا ليه اختارنا المسيح ليه ربنا اختارنا ودور علينا هو الأول لأن بدينا الحب بدينا قيمة بدينا قيمة أمين احنا كبرنا في الإسلام مضمارين مضمارين في الإسلام كلنا حق أنا عربت أولادي عشان يكبروني في داعش ويبيعوا زي ما دعت أنا أنا عشرين سنة دعت في عمري مع المسلمين أنا ما دهمهمش أنا بوصل رسالة رسالة اللي بيطهدون وبيحولوا يمنحوا مننا السعادة وياخدوا مننا حقوقنا عشان تضمننا المسيح لقينا الأب الحقيقي اللي دانا الحرية ودانا خرجنا النور علمنا الحب ورانا الحياة معنا الحياة لما هربت من مصر متأسف لما هربت ورجعت أوروبا إيه حصل أنا أنا هربت الوحدي من البلد لإني أنا تغسرت في بيت وأقرب الناس لي لما هربت الأوروبا هربت عند أخواتي برضو وغصبوني وجوزوني يا راجل لا يعرفوا ولا يعرفني خيطوا وفصلوا لوحدهم وجبت أثنين أولاد وبدلت في العذاب وفي الانتحار وده كله أثر على نفسيتي بتعالج مع أدين أطباء نفسيين وما فيش علاج كل ما أحضر بقعد ما فيش أي علاج في دواء كثير كل ما أقعد أصل وزك ورح للجامع وأصوم وأدبح وأعمل حاجات كثيرة اللي تربي تقوص كدرني عليها بس بس ما فيش شفة الشفة اللي جوه ما فيش ما فيش إلا المخلص الواحد اللي خلص من الشفة الواحد هو الرب إله ومخلص العالم يسوع المسيح أمين لما جوزت جوزك لرحت البلد وبعد كده لقيت معاناة صعبة معك لأ ما رحتش البلد وجوزوني إخواتي في أوروبا وأعادت في أوروبا وخلفت في أوروبا أن البلد ما دخلت لاش أكتر 200-200 سنة ما شفتش بلدي يقل بي أهلي توفق ولما رجعت عند إخواتي البلد جوزوني غصبا عني عشان الطمع عشان غني لكن ما خدوش رأيي خياتوا فصلوا لوحدهم ورموني ودمروني بعوني وخدوا الثمن لكن مين اللي ضحى مين اللي دفع الثمن أنا بإسم الإسلام وبإسم الصلاة وكنت بصلي وصوم بس إذا كنت بصلي صلاة صلاة فرود لازم أوري للناس والعيلة والجران وحبابي إني أنا مسلمة نظيفة ومطهرة بس بتقص بتقص بس لا كيش أي حاجة من غير كده عشان كده الرب نور طريقي وفتح بصرتي ويداني النور وخد لولادي لحضنه الإله المخلص وصلت لزاي للمسيح يعني في وسط المعاناة الصعبة اللي أنت عشتيها وحجم الألم والتعدي عليك وانت صغيرة وزوج عملك بطريقة صعبة وصلت إزاي للمسيح فضلي أنا إلهي نقذني لإني أنا كنت دايما بصلي بدموع وبصراخ للإله لإني أنا كنت دايما لأنني كنت دايما أفكر إني أنا في انتحار كنت دايما ونصغيرة بفكر بسمعهم بقولوا إني عايز يدخل الجنة يروح لأي مكان ويموت النصار بطريقة دي باللطب دا فأنا كنت بفكر كده يو هاف وان مين ألو تقريباً في مشكلة في التصال أتفضلي أتفضلي أه ألو أسرّب أيوة بتقولي أنك أنت كنت تفاكرة أنه طريقة وصولة للجنة أنك تقتلي حالك عند النصارى عشان تفقريهم يعني أنا آخر سنة اللي شفت فيها الرب حاوشت فلوس من شهري وطممت غلادي هيقود عندي ميل وأروح للحاج وأعمل نقاط وهاجي وأتفرق أعطي أي ما أنا بسهد وبعلم وبقول الحاج ومش حيثة من أي أي حاج أنا بقول الحاج بقول الحاج شهادة شهادة يا الرب اللي نقذ من الميت ونقذ ولادي ونور حياتي ونور طريقي وشفاني من كل مرض وخرج من قهر والشوق والقهر اللي كانت عايشة جوايا أيوة بعد ما عملت كده إيه اللي حصل أو رحت فين أو إيه زي الرب تعامل معك حالو حالو تقريبا في مشكلة في الخط الخط قطع لو أختنا بنت الرب من فرنسا تعود الاتصال أو ممكن لو الرقم بتاعها ظاهر نحن نتصل بها عشان نقدر نشوف شهادتها عن عمل الرب وعن محبة المسيح في إنجليو حن إصلاح 3 ومعزلنا بنتكلم عن محبة الله في المسيح محبة للجميع على عكس جميع قوانين البشر المتواجدة على الأرض على عكس جميع الأديان والأفكار المتواجدة على الأرض على عكس جميع الممارسات اللي بين البشر في إنجليو حن صح 3 والعدد المشهور عدد 16 لأنه هكذا أحب الله العالم الله بيحب العالم وده رد على الإخوة اللي طالعين بيحاولوا يفسروا معجزة أو معوازة الجبل أحب أعدائكم بطريقة فيها نوع من التضليل والكذب والتزوير وللأسف التدليس الإنجيل لأنه هو الخبر الصار لأنه هو موضوع المسيح وموضوع عن المسيح وعن محبة المسيح هو الوحيد الذي يقدم هذا الأعلان لأنه هكذا أحب الله العالم أي عالم الله بيحبه جميع البشر مهما كان اختلافتهم الله بيحبك وبرهن محبته هكذا هكذا يعني بهذه الوسيلة بهذا البرهان بهذا العمل الذي برهن الله من خلاله على محبته للبشر حتى بذل ابنه الوحيد والجماعة الشيوخ للأسف يطلعوا يجذبوا يقولوا ليه الله ما عندوش بنت طالما أنتم عملتوا ليه ولد وما عندوش ولدين تانين هنا كلمة ابنه مش ولد فيه فرق كبير جدا بين تعبير الولد تعبير الولد يتكلم عن العلاقة الجسدية وأنا بستغرب أن ما زلنا في القرن الواحد وعشرين وأجد أسئلة كتيرة جدا من أحبانا المسلمين زي ما قلت في حلقة أولاد إبراهيم حلقة الماضية وللأسف أشخاص أزهريين وأشخاص مسلمين وشيوخ مذالوا متوقفين عند نصوص القرآن الذي تتهم زورا الذي تتهم زورا أن المسيحيين يعتقدون حاشا أن الله تذوق أو ارتبط بالعذراء فأنجب المسيح فصار المسيح ولا كيف يقول للرحمن ولدا ولم تكن له صاحبه هذا الكلام عاري تماما من الصحة هذا الكلام كذب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الابن هنا مفهوم روحي معنى روحي بحث لا يمت بصلة بالجوة عقلك المسيحية لا تؤمن حاشا أن الله ارتبط بالعذراء القديسة المطوبة مريم وأنجب المسيح حاشا المسيحية تؤمن أن المسيح هو ابن الله بنوة روحية معنى روحي معنى مجاذي بنوة روحية قبل ما تكمل الموضوع ده هناخد تاني بنت الرب من فرنسا تفضلي معي وحضرت كنا معك أنا أسف حضرتك كنت بتقولي ما فيش مشكلة حررتك كنت بتقولي أن كنت بتحوش كل فلوسك عشان تروحي للحج واترجع من بعد الحج تفجري نفسك في أي مجمع للمسيحيين أو النصارى بتعتقدي أن هذا هو يرضى الله وأن هذا هو الطريق اللي يقودك للجنة تفضلي أنا أكبرتي دايماً بسمع من أهلي ومن جيراني ومصحاب اللي تربيت معاهم مسلمين حتى لما جيت لأوروبا لقيت الأخواتي لسه مسلمين حتى دلوقتي كل ما بسمعهم بيقولك اللي عايز يروح لعند ربنا يعني يطير في الجنة يروح يفجر في نفسه في أي مكان ويروح لا سؤال ولا بنوب بس ده غلط اللي احنا أكبرنا في ده كله كل ده دايماً في المشاكل والهموم اللي كانت جوايا والحجرة والاعتداء كنت دايماً بفكر في التبكير ده أروح فين أفرقع في أي مكان أسيب لا دي مين ساعات بخدهم في حبي وبعيط من غير لحسوبية أنا خلاص في خطر أنا كبرت مضمرة كبرت منهارة ما فيش حدي بيسمعنا كثير في الصلاة لما بتشكل حدي يقول لكم روح يصلي روح يستحي القرآن بابقى عايزة أنتحر أكتر من عشرين مرة في اليوم يعني ما فيش علاج أطلاً ما فيش علاج أبداً ما فيش أي حاجة من ده عشرين سنة رحت من عمري في الصلاة وقرآن وتزكوات وحاجات وكده واتباحي واتلعي وما فيش أي حاجة نتيش دوة نتيش إلى خالص طيب النقطة بقى اللقاء الخاص اللقاء الخاص بينكم بالمسيح أي اللي حصل يعني عايزين نعرف التغيير فضلي أنا أنا السنة الأخرانية دي خلاص قررت أنا أولادي كبر قلت خلاص أعتمدوا على نفسهم خلاص يازم أن تحر عشان قابل الرب للي ربوني علي منصور أقل الجنة يعني يعني الأولاد بيوريهم الجنة طريقة وإحنا البنات بيورينا طريقة إزاي يعني نروح لأي مكان فأنا السنة دي في 2013 في رمضان 27 في رمضان قرب العيد بتلات أيام خاركت من البلكونة أعادت أرفع عيني في السماء وصل وعيت بدموع بدموع يعني هقولك إيه يعني افتكرت اللي عد علي من سنوات من ست سنين فأولت له يا رب إنت لو عايزني أنا أجيلك على إيدي شهداء وموت النصارى وأعمل حاجات كتير عشان أجل عندك فإديني إشارة وريني طريق الحق أعمل إيه أنا تعبت وموت ثلاثة أيام على الصلوات دي في يوم العيد صبح العيد صليت الفاجر في بيتي وخدت عربيتي ورايح أخرج الفترة في الجامع وأنا ماشي للجامع خرجت الفترة ورجع لبيتي عربيتي وقفت مرضتش تتحرك سبتها ورجعت للبيت منهارة بقول إيه دا يا ربي إيه اللي حصل كل ما بناجل نكتر في الصنة بتجينا مصايب أكتر دخلت لبيت منهارة أخدت كنادي وقعدت علي غمضت عناية دموع على خدي عمر ما فيش يوم ننت من غير دموع بشوف أنا أنا في رؤية مش في نوم يعني الليسة النهار ما طلاش الفجر الساعة أربعة ونص كده فضلي شفت نور ما لعلي البيت كله بيتي كله نور أنا فتحت عيني بقول إيه دا يعني مش أدر أفتح عيني البلقونة جاية فشت القولة مش أدر أبص لقيت نور قدامي شفت أنا ما كنت شعرف هو المسيح طبعا في الآخرة لما بحجت وكتشفت ولقيت إخواتي في المسيح ووروني وخدوني تنائس وتعرفت على عرفته إن هو لكن أنا في الأول ما كنت شعرف هو مين حد نزل من السماء كله أبيض فأبيض وطويل ما كلميش ولا كلمة ما سحلي جبهتي وراح فتحت عيني لقيت الدنيا لسه منورة فضلي أنا عملت حسابي إني أنا بعد الصلاة السجر هروح لعند أهلي وعيد عليهم زي كل سنة لما شفت المنظر ده أنا ما رحت أشخل أعادت بيتي وقل إيه ده يا رب إيه ده اللي نازل من السماء كده خلاص أنا هموت أنا بطلب الموت الموت خلاص الموت جاءت حدا عندي طلقت أخويا في البلد قلت له يا أخويا يوم العيد أنا شفتي كذا وكذا قال لي دوالي من أول يا الله الصالحين ودخولي للبلد واتباحي وعمالي وصود ودي لي الجامع وعملي الصداقة أنت زمان بقالك ما دخلتش للبلد ما دانيش أي منفع كلمتي هنا شيخ هنا في البلد وقلت له اللي حصل قال لي أنت منهاره وتفكرت انتحار والمشاكل قريبة وروحي للمساجد وقعد في المساجد وروحي للحاج وعملي عمرة وعملي ما لقيتش حل برضو ما لقيتش حل تاني رجعت تاني البيت وقعد أنا شفت شفت الرب يسوع مرتين مرة تانية شفت على الصليب واقف كده على الصليب وأنا عمالي أعمقه ميا الميا جاء عمالي أعمقه هو بيبصلي كده كلمتي ناس واتصلت هنا بصحابي أنا كبرت على فكرة أنا كبرت مع المسيحيين المسيحيين اللي خلوني تشببتي بالمسيح ومؤلوبهم وحبهم اللي خلاني أنا تمسكت بالمسيح ومش هسيبه أبدا الأخر ينفع عمري وبتمنى إني أنا أموت وأنا ببشر في أي مكان بإسمي يسوع أنا ولادي لأنه هو اللي نقذي بقيت أسأل ودور لحد ما قالولي إخواتي في المسيح وخذولي الكنيسة وصلولي وبقيت وعرفت إنه هو الرب الإله المخلص اللي مات على الصليب على الشام وعلى الشام العالم أمين ألو أيوة أمين يعني كليل يا رب لما وصلتي وخذوكي ناس معارف للكنيس اللي حصل أه اللي حصل أنا وصفته من اللي أنا شفته بس لما شفت اللي أنا هو الإله اللي هو في الصور والرهول واللي قالولي هو ده هما أنا لما وصفت لهم الرؤية هما فيهم وخذوني معاهم ولقيت رحتي وصلت وشفيت كنتي باخد دواء عندي دواء كل سنة باخد عشان أنام وعشان ما بقاش أفكر في امتحار وعشان ما بقاش أمتح كثير والمشاكل اللي حصلتلي ما يفتهاش وعايزا تقلم وجوه يا حق وأنا بعرفة سامح وأزيت ناس وأزوني ناس وعيشة في الظلام في الظلام لما بقيت أروح الكنائس وصل لي الرب كل شفاني بقالي السنة والشهرين ولا السنة وتلاتشور ما خدش ولا دواء كله رميته نور بخلي بيتي والقلدي والحياتي والولادي حتى أولادي تغيروا أولادك أمنوا بالمسيح أمنوا بالمسيح لسا صغار وفرحانين ومبسوطين وبيقولك يا ماما إحنا حاسين بحداحا غريبة بحياتنا حلو قوي نشكر ربنا أمين إحنا هنصلي لأجلك بشكر إله أمين اتفضلي رب بشكر الإله المخلص أنا عايزة أوصل لرسالنا لأخواتنا اتفضلي اتفضلي إحنا مش بنستقدهم ولا بنطهدهم زي ما بيطهدونا إحنا أنا بوصل لرسالة من هذا المنبر كل من عنده بيس وأولاد والزوج والزوج لا يخبش أنا سبت أهلي وسبت ورث وسبت بلدي وتمسكت بالمسيح لأنه هو المخلص أمين لا تشغيره أبدا أمين 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 هم يصلوا صلوات يطلبوا الرب الحقيقي يظهر لهم في حياتهم من هو الرب الحقيقي هل إلههم ولا إلهنا أمين يتمسكوا بدينهم وبصلواتهم ويسيبوا لهم كل ما بيصلوا ويعربوا لربنا ربنا يوريهم طريق النور أكيد بإذن يسمع أمين أمين ربنا يبركك وهنصلي لأجلك وأكيد في أحباءنا بيشاهدونا من ناس أطقياء ومؤمنين هيكونوا بيصلوا لأجلك ونشكر رب لأجل عمله يا جماعة المسيح مخلص المسيح بيرشد على طريق الحق المسيح بيوعتي الشفاء أختنا كانت بتقول كانت بتاخد أدوية غالبا أدوية مهدئات عشان تعرف تكون هادية وتعرف تنام لكن لما المسيح اتعامل معها ومسيح ملأ قلبها وحياتها حصلت على الشفاء أنا مشكرك جدا يا أختي وبنعمة الرب نكون على تواصل وهنستمر نصلي لأجلك والرب يكمل عمله معاك ومع أولادك والرب يستخدمك في البلد اللي أنت متواجدة فيها عشان تكوني شهادة ونور للآخرين عن عمل المسيح وعن محبته ربنا يبركك بنرجع حبانا مشاهدين لإنجيل يوحن إصاح ثلاثة وقبل معمل مفارقة أو مقارنة مبين كلمة الحب ووجودها في القرآن ومبين كلمة الحب ووجودها في الإنجيل ورسالة الإنجيل خلونا نستكمل مع بعض إنجيل يوحن صاح ثلاثة وعدد ستاشر الآية الشهيرة هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية قرار الخلاص والإنقاذ هو قرار عمل الرب وصنع الرب لكن القرار في إيدك أنت البعض يقول لك إزاي الله المحب يهلك الناس الله مش هيهلك حد عشان كده لما بنقرى الآية دي وبنقرى الكلمة دي لما بنرى بشكل صحيح لكي لا يهلك قرار الهلاك هو في إيدك أنت مش في يد الرب قرار الإنقاذ والخلاص صنع الرب والله يريد زي ما بيقول في رسالة من سوز الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون المسيح لا يريد على الإطلاق أن يهلك الناس وليست مشيئته وليست رغبته وليس قراره لكن قرار الهلاك وقرار الإنقاذ هو في إيدك لما تتعامل مع دعوة المسيح المحب لك لما تقبل دعوة المسيح المحب لك عشان كده في عدد السبعتاشر الآية بتوضح أكتر لأنه لم يرسل الله ابنه لو المسيح كلمة الله الأذى لي إلى العالم وهذا الكلام على فهم المسيح الجماعة اللي بيطلعوا ويعملوا أسئلة غريبة أسئلة وهمية وحطوها على الإنترنت وقول لك يا ريني أين قال المسيح أنه ابن الله وأن الله وأن الله ظهر في الجسد هذه الآيات دلالة يعني بتقول وأين قال المسيح أنه جاي يبذل نفسه وأين قال المسيح أنه جاء لموت لأجل الخطايا هذه الآيات بتدل وهذه الآيات سطرها الروح القدس من خلال يحن على فهم المسيح لو كل المجد يقول كده لأنه لم يرسل الله ابنه يقصد المسيح إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم يخلصه من إيه يخلصه من إيه يخلصه من الخطيئة يخلصه من حكم الموت يخلصه من حكم إبليس عليهم هذا هو الرد في الآية دي بنجد عدة ردود أولا المسيح هنا يتحدث عن نفسه أنه ابن الله والمسيح أعلن أنه الابن الوحيد أي بنوة المسيح نختلف عن أي بنوة أخرى بنوة الملائكة هي بنوة لأرواح مخلوقة تعيش حالة الطاعة مع الله بنوة آدم هي دلالة على أن آدم مخلوق من الله بنوة تعني الخلق بنوة بني إسرائيل دلالة على أن شعب إسرائيل أصبح أولاد لله أبناء لله بنوة تبعية وبنوة خلق أيضا بنوة الإنسانية كلها تدل على أن بنوة الخلق أن الله خلق الإنسان بنوة المؤمنين دلالة على أن المؤمنين أصبح أولاد الله بنوة روحية لأننا أصبحنا تابعين للمسيح لكن بنوة المسيح بنوة خاصة جدا عشان كده المسيح قال عنها بفامه الكريم في عدد 16 حتى بذل ابنه الوحيد لأنها بنوة أذلية أي بنوة أخرى هي بنوة منشأة أو بنوة يعني اتواجدت في لحظة أو بنوة مخلوقة لاها بداية ولا نهاية لكن بنوة المسيح بنوة مختلفة لأنها بنوة أذلية ليه بنوة أذلية لأن كلمة الله كلمة أذلية والمسيح هو كلمة الله كلمة الله غير مخلوقة كلمة الله في البد أي في البد الذي ليس له بد أي أذلية فالمسيح هنا بيكلم عن أذليته المسيح بيكلم على أنه الابن الوحيد المسيح بيكلم على أنه ابن الله المسيح بيكلم على أنه المخلص الذي أتى ليخلص مش شعب إسرائيل بس لكن العالم واحد سألني سؤال أو بعد سؤال يقولك المسيح قال للشعب إسرائيل لأنه كان يكلمهم غهارة وفي العلن أريني أين قال المسيح عن نفسه أنه ابن الله في العلن المسيح هنا يتكلم عن أنه ابن الله في العلن لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم الذي يؤمن به أي بالمسيح لا يدان والذي لا يؤمن قد دين الدينون هنا إيه من قراري على الشخصي لأنه لم يؤمن بإسم ابن الله الوحيد وهذه هو تفرد خاص بالمسيح أنه ابن الله الوحيد ليعلن المسيح بفامه الكريم من خلال الروح القدس من خلال تستير يوحن بالروح القدس أن المسيح له بنوية خاصة جدا تختلف عن كافة البشر عدد تسعة عشر وهذه هي الدينونة إيه هي الدينونة؟ مش هو ألف العدد اللي قابليه والذي لا يؤمن قد دين إيه هي الدينونة؟ هذه الدينونة أن النور جاء للعالم من هو النور؟ المسيح لأن المسيح أو إنجل يوحن يقول كده النور الحقيقي الذي يبرر كل إنسان أو ينير كل إنسان آتيا إلى العالم النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتى إلى العالم هذا هو المسيح هذه الدينونة أن النور أي المسيح قد جاء إلى العالم لكن للأسف وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ليه ناس مش عايزة تقبل المسيح؟ نتيجة للخوف دي ظلمة ليه الناس مش عايزة تقبل المسيح؟ نتيجة لتمسكهم بالأنا والذات دي ظلمة ليه الناس مش عايزة تقبل المسيح؟ نتيجة لأننا طلعنا أبائنا على هذا الدين ونحن على دين أبائنا سائرون هذه الظلمة ليه الناس مش عايزة تقبل المسيح؟ نتيجة لأنه عايز يعيش العالم بحرية معينة وبطريقة معينة فبالتالي مش عايز واحد يكلمه عن الانضباط الأخلاقي هذه ظلمة حاجات كتيرة جدا ليه؟ لأن الناس أحبت الظلمة أكثر من النور هذا هو عمل المسيح رسالة المسيح هي رسالة الحب هنستكمل بعد ما ناخد تليفون أخونا شريف من مصر اتفضل مش أكيد سنور أهلا بيك أهلا بحضرتك الحقيقة أنا ليه مداخلة وسؤال بعد بإسم حضرتك تحت أمرك فضل إذا كان في حد يبحث عن المسيح يحاول يوصله هل دور ودور الإنسان يحاول يدور على الإله الحقيقي أم أن دور الله أن يصل إلى الناس ده سؤال وكيف يختلف الإنسان الذي يبحث عن المسيح وجوده الحقيقي وأن هذا الإله الحقيقي هل هو دور الإنسان أم دور الرب وإذا كان دور الإنسان هي من إيه ده سؤالي حضرتك طيب أما ممكن ناخد السؤال وبعد كده ناخده من الدخلة اتفضل أشكرك أشكرك جدا أخي شريف الأول الحقيقة أن الله بيبحث عن الإنسان وعلى الإنسان أن يتتبع إشارات البحث الإلهية عنه يعني الله بيبحث عن الإنسان وطرق بحث الله عن الإنسان من خلال إشارات ومن خلال أشياء يضاعها الله في نطاق طريق الإنسان اللي بحثه مرات يتكلم الله بحلم مرات يتكلم الله بمدخلة زي اللي حجرك دخلتها مرات يتكلم الله من خلال صديق مرات يتكلم الله من خلال نص أو آية طرق كثيرة جدا يتكلم فيها الله للإنسان واسمح لي أخي شريف أن أقرأ معك بعض الآيات اللي واردت في العهد القديم ولا سيما سفر أيوب وأنا أعتقد أن حضرتك تعرف شخصية أيوب أو تسمع عنها في سفر أيوب الصحة 33 يقول هذه الكلمات من عدد 13 لماذا تخاصمه لأن كل أموره لا يجواب عنها لكن الله يتكلم مره بإسنتين لا يلاحظ الإنسان ومره إسنتين هنا ليس بحصر الرقمين لكن المقصود مره إسنتين أن الله يتكلم بأنواع وطرق كثيرة جدا للإنسان لكن الإنسان لا يلاحظ دايما بيفصر الأمور على نطاق الصدفة يفسر الأمور أنه أشياء عادية حصلت ما بينتبهش لها زي أنا ماشي على طريق إسكندرية وعند إشارات على الطريق فضلك 120 كيلو فضلك 110 كيلو فضلك 100 كيلو ففي كل إشارة بشوفها على الطريق بتوضح لي أن أنا قربت أوصل الله بيتكلم مرة وإسنتين لا يلاحظ الإنسان طرق كلام الله يقول كده في حل وفي رؤية الليل عند سقوط صبات على الناس في النعاس على المدجع دي وسائل للوسائل اللي بيتكلم فيها الله حينئذ يكشف أذان الناس ويختم على تأديبهم التأديب هنا لا يقصد به العقاب أو الغضب لكن التأديب هنا معناه أن الله يبدأ يحط إشارات أخرى إشارات الله بطرق متنوعة من ضمن الإشارات اللي الله يحطها في طريقي يسمح الله أنه مثلا شغل يتلغبط وأبدأ أسرخ لله أو أبدأ أفكر اللي وراء الأمور دي كلها ممكن نتيجة العمل معين أوصاب تعب أو مشكلة صحية أبدأ من خلالها أفكر المشكلة دي هتوصن الحد فيه والأمر ده هتوصن الحد فيه وأكبر دليل المسيح قال ليك وليا والكل واحد أخي الفاضل شريف في سفر الرؤية هنزا وقفنا على الباب وأقرع أي باب إنه باب قلبك وقلبي وقلب كل إنسان على انفراد المسيح يحبك بطريقة شخصية ويبحث عنك بطريقة شخصية وهو أتى إليك بطريقة شخصية يقرأ على باب قلبك قرأ المسيح على باب قلبك الإسلوب والوسيلة اللي بيستخدمها المسيح اسمه الحب لكن الطرق اللي بيستخدمها المسيح في قرع الأبواب على القلب الحلم الرؤية الحوارات التعامل قناة زي برنامج قناة إنجيل كل دي وسائل المسيح بيقولي من خلالها والله بيبرهم من خلالها إني أحبك الجانب الإلهي بيعمله إيه هو؟ أنه بيجي لحد عندي ويقرأ على قلبي إحنا مش قطع شطرنج عشان الرب يحرقنا كيفما هو يشاء لكن المشكلة الغير مفهومة في المسيحية وللبعض ربما ما يكونش قدمها بطريقة صح للناس وللعالم واللي بتختلف عن أي دين آخر أو أي فلسفة أو عقيدة أو أي مفهوم فهم الأدياء أو المسيحية أنا عايز أتكلم عن المسيحية بصفة أخصة ليس تحيزا لكن عن اختبار المشكلة الغير مفهومة ربما لديك أخوي المحترم شريف ولبما لدى الكثيرين أن الله لما خلق الأرض وضع لها قانون ولما خلق الإنسان وضع له قانون القانون اللي خلق بالإنسان واسمه الحرية الكاملة الاختيار مصاره الذي يحدد مصيره وبناء على القانون الذي وضعه الله للإنسان ووضع الإنسان فيه الله نفسه يحترم هذا القانون والله نفسه ملتزم بهذا القانون لا يتعدى حدود القانون الذي وضعه للإنسان بل من خارج حدود هذا القانون يرسل إشارات للإنسان أني موجود وأني أحبك ربما يكون وصل لك رسالة شوهت صورتي عندك ربما يكون وصل لك معتقد شوه صورتي عندك لكن هذا لا يعني عدم وجودي أنا موجود أنا أحبك لكني لأني أحبك لا أعاملك معاملة قطعة شاترانك لكني لأني أحبك أنا أعاملك كشخص له الحرية الكاملة على الاختيار الله لا يريد أن يجذبك إليه عنوة أو غصبا أو تحتهديدا لكنه يقول في الإنجيل وفي الكتاب المقادس يا ابني أعطني قلبك أخي شريف الله عايز قلبك باختيارك هل معايا؟ مع حضرتك فالله يبحث عنك بناء على القانون اللي وضعه يرسل لك إشارات بناء على القانون اللي وضعه لا يتعدى حدود القانون يترك لك كامل الحرية لشخصك بناء على كامل الإرادة الممنوحة لك لشخصك أنك تختاره أو لا تختاره سواء بقى اخترته أم لم تختاره فهو يحبك وإلى آخر نفس هيخرج من جسدك متأسف 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 وإلى آخر نفس هيخرج منه يعلن عن انتهاء حياتنا على الأرض الله إلى آخر لحظة ولحيزة سنحياه على الأرض هو يحبنا مهما كان شرنا مهما كان بعدنا عنه مهما كان تبجحني أو تبجحي عليه مهما كان رفضي لي مهما كان ردي فعلي لي مهما كان مقاومتي لي فهو محبته ليا لا تنقص ولا تقل لا تتغير مع تغيري في آية حلوة بتقول كده عدم أمانتنا لا تبطل أمانته لأنه لا يقدر أن يمكن نفسه يعني لا يقدر أن يمكن نفسه يعني الله أمين في المطلق ومحب في المطلق فمحبتي أو عدم محبتي لا تغير من نظرة الله لي أنه يحبني أنا بوزي أنا ملحد أنا هندوزي أنا 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 ناكر لي أنا 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 هو يحبك بطريقة شخصية جدا ويبحث عنك بطريقة شخصية جدا وهو يريدك بطريقة شخصية جدا أن تدخل معه لا في فرائد ولا تقوس ولا في ديانة وليست المسيحية ديانة لكن أن تدخل معه في علاقة شخصية جدا أساسها وقوامها وقاعدتها المحبة فكرة حضرتك أنا جاوبت على سؤال حضرتك بناء على اختباري الشخصي أنا بشكر حضرتك جدا في النهاية هذه الرسالة لم تصل ناس كثيرين وربما وصلت للبعض ولم يفهمها في النهاية يعني بالعقل والمنطق والحجد لن نتطيع النص لذلك ولكن ننتظر الإشارات كما حضرتك قلت اسمح لي أقول من داخلتي قرار الخلاص قرار المسيح حضرتك قلت كده وقرار الهلاك قرارك أنت يعني كل إنسان تجيه قراره بالهلاك وقرار الخلاص تجيه المسيح هنا في قرار في الإرطين المشيئة العليا للألياة اللي الناس كلها تطيع وتخص الجنة ويصلوا إليه إنما الحقيقة أنه ده مش هيتحق لأنه فيه ناس مش هتقفل للمسيح وبالتالي هتهلك ودي ضد رغبة المسيح فهل الإرادة العليا للمسيح هنا تحققت أم أنها لك البعض لم يتحقق بخلالها الإرادة العليا للمسيح جاء دي جين داخلتي طيب تسمح لي أجاوب عليك وإنت موجود ولا حابب تخرج لا 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 أتوضر أتوضر حضرتك أنا معك فيه فرق في الإنجيل يا أخ شريف بين الإرادة والمشيئة فرق كبير جدا في المعنى بين الإرادة والمشيئة إرادة الله لجميع البشر على وجه العموم الخلاص لا لهلاك لكن إرادة الله تتوقف عند إرادتي بناء عليه بناء على أن الله أعطى إرادة حرة كاملة غير نقصة للإنسان فالله يريد دي آية في الإنجيل مش كلامي الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لكن تصطدم إرادة الله مع إرادة الإنسان ويقف الله أمام إرادة الإنسان فقط يرسل من خلال إرادته إشارات لتبرهل للإنسان على صحة هذا الطريق التعريف الثاني مشيئة الله مشيئة الله تختلف عن إرادة الله وده اللي ربما حضرتك معرفش أنا أعلم من خلال صداقتنا على الفيسبوك أنك أنت كنت مسلم واخدت طريق الإلحاد فهذه العبارات غير موجودة في الفكر الإسلامي في الفكر المسيحي هناك فرق بين الإرادة والمشيئة مشيئة الله يعني أنا عايز الحاجة دي تتعمل يعني تتعمل دي مشيئة الله إمتى مشيئة الله تتحرك لما أنا أدخل بإرادتي وقل للرب يا رب أنا قبلتك وأنا بعتبرك من هذه اللحظة أنك أنت المالك على حياتي فاتصرف فيها حاسما أو حاسبما مشيئتك هنا تيجي تفعيل مشيئة الله على حياتي لكن إرادة الله اتجاه آخر إرادة الله يريد أن الجميع يخلصون وخلق الإنسان للخلاص خلق الإنسان للحياة الأبدية خلق الإنسان للمحبة والتعاون والشاركة الروحية معاه لكن الله الذي خلق الإنسان وأحبه ومدلول المحبة وعنوان المحبة أنه كان يجب على الله أن يعطي للإنسان إرادة حرة كاملة فالله يريد لكن ماذا يريد الإنسان وهنا تتقابل الإرادتين مع بعض لا يتدخل الله وإلوه تدخل الله معناه أن الله أصبح لغا اللي ده لنا لاسمه الإرادة معناه أن الله اقتحم شخصيتي معناه أن الله أكبرني على أخذ طريق معناه أن الله لو دراعي وحاشى أن الله يعمل كده لبيلو دراع ولا يقتحم ولا يتدخل لكن إرادته تقف صامتة أمام إرادتي وعندما تتحرك إرادتي تتفاعل إرادة الله في خلاصي يتم هنا عمل اسم عمل المشيء أو عمل الخلاص هل عندك أي تعليق أخي شريف ولا أطلاط مش عارف حدرك موجود ولا لا أشكرك جدا 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 وأتمنى أن نحن نتواصل مع بعض أنا أشكرك أرسل لك رسالة أخيرة نعم يسوع يحبك ويريد خلاصا ويرسل من هذه المحطة من هذا المنبر إشارة لك ليس صدفة على الإطلاق أن تقابل على الفيسبوك بعدما أعلنت حلقة أحمد حرقان لم تكن تعرفني وربما لم تكن تعرف القناة فهذا يؤدي إلى ذلك الحلقة أو الأنوان بتاع أحمد حرقان قدت على أنك حضرتك أرسلتني ولما أرسلتني تفرجت على الحلقة لما تفرجت على الحلقة حضرتك كشفت عن هويتك وطريقة إيمانك لما كشفت حضرتك قلت أنا ممكن أشارك لما قلت ممكن أشارك كل الوسائل دي كلها أخي العزيز شريف هي إشارات إلهية واضحة لسماعك الرب هذا الكلام أن رسالة المسيح مش هي رسالة اللي بتسمعها من الكنيس ولا المنابر ولا مني ولا من الإعلام ولا من أي وسيلة إعلامية لكن رسالة المسيح هو رسالة المحبة رسالة الإنجيل لو حابب أنك تتواصل معي مرة تانية في الحلقة أنا برحب بيك لكن هاخد تلفون تاني معنا أخونا محمد متأسف محمد بس ما عرفش هو بيتفل مني تفضل أخويا محمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا سلام المسيح عليكم وعلى المشاهدين أنا بس كنت أحب أن أتواصل معكم في الحلقة شكرا أنا كنت نشأت في أسرة مسلمة ويعني عشت في مسلم لمدة أمس 40 سنة بس المشكلة أني خرجت برة سورة الإسلام يعني رجعت خطوة كده الخلف وشفت السورة الحقيقية للإسلام وأنا أتمنى أن الناس يعملهم كده يعني بس يرجعهم خطوة وراء وشوف السورة الحقيقية على الإسلام ولي بيعملوه مثلا داعش ولي بيعملوه اللي هو الجماعات دول دول مش حاجة غير طبيعية دول ده يعني أساس الإسلام دي حاجات يعني مفروضة على المسلم دي حاجات لازم تتعامل يعني دي حاجات مش يعني مش هم عملينها من دمقهم حاجات موجودة في القرآن حاجات موجودة في الكتب السيرة والأحاديث والحاجات كلها أنا المسيح أنا معي بأننا يعني I convert from Muslim to Christianity ودلوقتي بحاول أني أتعرف على الدين المسيحي وأنا كنت من يعني من فترة بحاول أن أنا أتعرف على الدين المسيحي لأن لأسباب كثيرة يعني عندي أصحاب كثير مسيحيين وكده يعني بس الحاجة الجميلة اللي شفتها فيهم أن هم التسامح المحبة الحاجاتي يعني فيه روحانيات موجودة مش موجودة في الإسلام فعشان كده هل أمنت بالمسيح هل جعلت المسيح أن يكون مقلل شخص لحياتك صليت مع حد عشان تقبل المسيح في قلبك نعم صليت صليت مع كناة القرمة أمين وصليت يعني كذا مرة مع كناة القرمة وفي بحاول أتابع مع يعني أبونا موجود في الولاية اللي أنا فيها ويعني بحاول أني أتابع عشان أتعرف أكتر وأتعمق أكتر بس أرجو من المشاهدين المسلمين يعني لو أنت لسه على دين الإسلام وكده يعني بس إرجع خطوة وشوف الدين ده على حقيقته وفكر بس دقيقة يعني فكر دقيقة واحدة حقيقة الدين ده أن الدين يعني رب الدين ده بيستمتع بمسلا بعذاب الإنسان مثلا أو اللي يعمل مش عارف إيه أقوله كذا اللي يعمل كذا يقلد مش عارف أدي إيه يعني دين قبلي مش دين إنساني ما فهوش يعني الإنسانية اللي فيه يعني أوه مصنون عدمة يعني 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 يورقلو بالمناس كلها بس فكر يعني هي المشكلة إن الواحد نشئ وكبر على يعني على تقوش وحاجات معينة ونشئ مسلم يعني مش مش زن بمسلا ما نشأت مسلم بس هي المشكلة إن الواحد لازم بعد فترة مثلا بعد فترة معنا لازم تفكر إن أنت أنت رايح فين وإنت بتعمل إيه هل دا مظبوط هل دا دين هل دا يعني مثلا كلام كتير يعني أنت تقرأ القرآن فيه خشونة قوية جدا ويعني غير آدمي يعني حاجات كتير غير آدمية يعني فهي دي خبرتي وأنا بحاول إن يعني أشارك معاكم بس بحاول أقول كمان لو قناة الكرمة يحاولوا إنهم يعملون اكسباند للبرامج للبرامج بتاع يعني دي ويعني أرجو إن ربي يساعدكم إن أنت في نشر الفكرة أشكرك ربنا يبركك وربنا يثبتك أنصلي لأجلك يا محمد الرب اللي قادك والرب اللي فتح حيونك والرب اللي جعلك تشوف الإسلام كما تقول على حقيقته والرب اللي قادك لعمل المسيح وجعلك تشوف محبة والسلام ونعمة المسيح والتسامح والغفران والحياة التي في المسيح الرب يثبتك في النعمة أشكرك جدا أحبانا لما عملت بحث على كلمة الحب والمحبة في القرآن لقيت بعض الأحباء بيقولوا أن كلمة المحبة في القرآن وردت 84 مرة واستغربت جدا أن هم بيعدوا أي كلمة مجرد أنها تتذكر على أساس أن هم يعملوا عد لها وتباهوا أنه القرآن عنده محبة على سبيل المثال لما بسيط لل 76 ولا لل 84 مرة القرآن ذكرها والمسلمين بيغضوها بدون التعداد عشان يحاولوا يوهموا للناس أن القرآن كتاب للمحبة وكتاب للتسامح وديل التسامح والمحبة على سبيل المثال عدين من ضمن العد الموجود زينا للناس حب الشهوات من النساء وقال لك واحد مثلا أن الله لا يحب الكافرين اتنين أن الله لا يحب الظالمين تلاتة أن الله يحب المتقين أربعة حتى تنفقه مما تحبون وما تنفقه من شيء فأن الله بيعليه يعني أنا اللي بنفق مما أحب فحسبه هنا كلمة حب خمسة وهكذا لما تكمل بباقي كل الآيات اللي هما كاتبين على أساس أن هي بتجمع المحبة مثلا من ضمن الكلمات اللي جمعنا عشان يزودوا عدد كلمات المحبة في القرآن ويقدموا أن الإسلام فيه كلمات عن المحبة وعن التسامح مثلا سورة يوسف آية 30 وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسها قد شغفها حبا أن لنراها في ضلال ومبين أدي عدلها وحسبين أنه من ضمن الرقم اللي 84 المذكور فيه كلمة حب ومحبة ومشتقاتها في القرآن مثلا كلمة تانية قال رب يوسف يكلم عن نفسه في سورة يوسف قال رب السجن أحب ألي مما يدعونني السجن أحب ألي هنا جمعوا كلمة أحب من ضمن الكلمات اللي بيقولوا أن القرآن بيقول عن المحبة ولو تتتبعوا الكلمات المحبة لذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا هنا جمعنا كلمة استحبوا الحياة الدنيا من ضمن كلمات المحبة اللي الإسلام فيه محبة وتسامح وسلام والقرآن مليان بآيات القرآن والتسامح وهنا بيقدموا أن القرآن دين تسامح ومحبة هو الموضوع موضوع محبة أن أنا كل ما أتقابل مع كلمة فيها محبة أروح جماعة هاتلي آية من القرآن بتقولي أن الله بيحب العالم أنا أقدمت لك آية من الإنجيل الذي هو رسالة المسيح الذي هو موضوع عن المسيح الذي هو موضوع الحب بتقول أن المسيح أو على فم المسيح لأنه هكذا أحب الله العالم لكن طلع لي آية من القرآن بتقولي أن الله بيحب العالم أنا عايزة بكل بساطة تعمل بحث وإنت قاعد عن كلمات الحب والمحبة في القرآن وهتتفاجئ يلي بيقولوا أن الإسلام دين للتسامح والمحبة حالة تانية الأمر اللي استغربته والأسف كنت ببلعه زمان ومش مستغرب له أن الكلمات اللي اقترنت بمحب أو أن الله يحب تعالوا نشوفه جاية إزاي ونشوفها في الإنجيل جاية إزاي عشان نشوف أن رسالة المسيح هي رسالة حب ونشوف أي معتقد آخر بيتعامل مع الإنسانية ومع الإنسان إزاي على سبيل المثال في البقرة آية 190 أن الله لا يحب المعتدين البقرة 276 والله لا يحب كل قفار أسيم قفار أسيم آل عمران 32 فأن الله لا يحب الكافرين آل عمران 57 والله لا يحب الظالمين النساء 36 وأن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً النساء 107 أن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً المائدة 64 أن الله لا يحب المفسدين الأنعم 141 أن الله لا يحب الخائنين النحل 23 أن الله لا يحب المستكبرين الحج 38 أن الله لا يحب كل خواناً كفوراً القصة 76 لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين دي كلها الآيات أو دي جزء من الآيات اللي اقترنت أو أتت فيها كلمة المحبة بعض الله بس أتت إزاي؟ أن الله لا يحب تعالوا أن نشوف الآيات اللي اتكلمت عن المحبة أو محبة الله في القرآن جت في 8 أنواع من البشر يعني الله بيحب البشرية لكن يجب أن يكونوا في 8 أنواع دون النوع الأول أن الله يحب المحسنين النوع الثاني أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين النوع الثالث ألا عمران 76 واتقي فإن الله يحب المتقين اللي بعدها المائدة 42 أن الله يحب المقسطين ألا عمران 146 أن الله يحب الصابرين ألا عمران 159 أن الله يحب المتوكلين قال عمران 76 واتقي فإن الله يحب المتقين لكن حاجة تانية أغرب في الصف أربعة أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس يعني الله بيحب اللي بيقتلوا الله يحب المتقين الصابرين المتوكلين المقسطين المحسنين التائبين الطاهرين دي النوعية قال الله يحبها لكن تعالوا نشوف الإنجيل عشان نحط ونكون مقارنتنا مقارنة عادلة قبل ما أخذ التليفون اللي موجود معايا في الإنجيل بيقول إيه كده رسالة روميا صح 3 بيقول كده الله بيّن محبته لنا ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا الله بيّن محبته لنا ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا الله بيحب الخاطي يسوع بيحب العشرين والخطاه يسوع بيحب كل إنسان موجود على وجه الأرض لا يتفق مع أعمالك لا يتفق مع أفعالك لا يتفق مع الشر اللي ربما يكون إبليس بيصدره من خلالك لكنه يحبك كونك كإنسان يحبك وسيظل يحبك وكما قلت الأخي شريف كنت رافض لي أو كنت قابل لي الله محبة فرق كبير جدا بين التصنيف اللي قدموه للقرآن وبين الآيات اللي موجودة في الإنجيل رسالة القرآن هي رسالة لفئة معينة لكن رسالة الإنجيل هي رسالة حب الله للعالم كله ناخد تليفون ونكمل عن المفارقات بين المحبة في القرآن والمسيحية لنكتشف أنه رسالة المسيح هي رسالة المحبة عماد بن سورية فضل أهلا 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 مثلا خير مثلا نور أهلا بك كيف صحة أهلا وسهلا أنا بشوف البرنامج لأول مرة أهلا بك وبتابع الفضائيات وعدة الفضائيات تختص بالأمور الدينية أول شغلة أنا خارج الأديان تمامنا حتى تعرف أنا كيف توجه أوكي أوكي الشغلة الثانية أنا كتير متأثر بالوضع اللي عم فيه في منطقة الشرق الأوسط ونحن معك أوكي فأنا عندي بيت شعر مقال من أكتر من مئة سنة وأنا ناسي اللي قايله هو بيقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم معايا خامد معاك أنا أنا معاك أنا معاك سلام على كفر يوحد بيننا يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم بعده بجهنم هذا هو الحل لمنطقة الشرق الأوسط وللإنسان بالشرق الأوسط طيب هل عندك أي مدخلة تانية أو فكرة تفضل أه 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 أسبع نقطة تانية تفضل بالنسبة للإسلام إذا أخذنا الوليد بن يزيد وهو على مسافة 85 سنة من وفاة الرسول أوكي له بيت شعر حقيقي هذا البيت شعر ما أجم من لا شيء وإنما أجم المسامرات يلي بصير المسى يوم اللي البني أمية الوقت كانوا حاكمين دحقوا بيقول تلعب بالنقوة هاشمي فلا وحي أتاهم ولا كتابه تمام أوكي فهذا البيت شعر مو بيت شعر هذا البيت شعر بنم عن حواريات تمت على مسافة على مقربة من وفاة أولو تانية أستاذ عماد بيت الشعر تلعب بالنقوة هاشمي فلا وحي أتاهم ولا كتابه هذا ابن عمه لا محمد من بن أمية من طبعا ويده بن يزيد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن عمر ابن إشام اللي هو ابن أبو جه تمام فالنقطة نحنا إذا نحنا المفهوم الديني الإسلامي بشكل خاص بده يوصلنا لها الفترة اللي نحنا وصلنا لها هلأ فما بعتقد عقل يبلي هذا الشيء أخي عماد ممكن أسألك سؤال شخصي اتفضل أشكرك حضرتك من أي خلفية قبل ما تترك الأديان مسلم 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 من أي مذهب سني مسلم سني أه أه أكي هل سمحت لك أي فرصة في أي وقت أنك تقرأ للإنجيل طبعا أريد الإنجيل الإشكالية 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 الموجودة هي الفكرة الدينية بالضبط أنا أطفق معك أنا أطفق معك في الفكرة الدينية إنه إشكالية كبيرة جدا ولم يفيد الإنسان ولم يفيد الإنسان بل أزى الإنسان طبعا أنا أطفق معك طبعا لكن أنا أتكلم عن شخص واحد وحيد طلعوا لي بر أي دين هذا الشخص طلعوا لي يعني نخده كمكياس لواحد وطلعوا لي بر أي دين طبعا يعني قلبي لك وأحترم رأيك أود أن أسمعك بصدق تفضل طيب سيد كريم أنا مع تعاليم السيد المسيح يتقل لي أعمال أرشتشلون لأنه أنا بر أي دين أنا مع تعاليم السيد المسيح تعاليم أخلاقية إنسانية تدعو إلى المحبة أحب وعدائكم طيب كل شيء أنا مع تعاليم السيد المسيح طيب أطلاقا أنني ضد بالعكس بالعكس يعني أنا بيقولولي إذا خيرت بين الأديان السماوية السلاس فماذا تختار والأختار المسيح طيب ممكن أعترض على حاجة صدر لا يوجد تعبير اسمه أديان السماوية السلاس منك أنا عم بتسمع آه منك عم بتسمع أنا بقولي الكلام ده أنا مسؤول عنه أنه هنا الأديان السماوية كذلك 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 يقال لا لا هذا الشيء هذا التعبير أنا خارج مفاهيمي آه هذا التعبير أنا خارج مفاهيمي آه يعني أنا أشوف كي ذي كريم أنا بسمية أنا بيني وبين نفسي سمية ديانات الشرق الأوسط طيب أنا هرياحك يا أخي ما تسدّاني آه تسدّى إسمعلي أول حاجة لا يوجد شيء اسمه أديان السماوية السلاسة ده رقم واحد رقم اثنين رقم اثنين ليس عند الله دين رقم ثلاثة لا يوجد لم يأتي المسيح ليؤسس الديانة المسيحية تمام الأديان صنعت البشر الأديان صنعت البشر الأديان صنعت البشر تطفق معي في الأربع حاجات دول طبع أبدا مئة بالمئة أوكي طيب فأنا يعني أشتب أن أنت لو خير لك أن تختار أحد الأديان هتختار المسيحية أنا أقول لك متأسف ما تختارش دين طبعا ماشي طبعا أنا أنت ما انتبعت علي أنا أقول الفكر الديني انتبه أنا أريد أن وصل لك رسالة معينة أيتفضل آه فأنا دلوقتي بقول لك لو خير لك يا أخو أخو نعمال أنك تختار دين أقول لك لا تختار دين لكن أنا النهاردة أقدم لك شخص الشخص ده اسمه المسيح حضرتك بتقول أنا ما عنديش مشكلة بينه وبين المسيح صح لا أنا شوف الأعمال أنا عندي مشكلة أنا ما تكلم عن المسيح أما طمعا أنا أقول لك الأعمال أنا عندي مشكلة أما تعالين أوكي أقول لي مشكلتك مع عمل المسيح أعمال المسيح آه آه هاي الشفاء ومع الشفاء هاي أنا خارج خارجي تفكيري طيب أوكي حضرتك مش مؤمن بالشفاء أنا أرتبط بأخلاقيات يا أخي عماد الأخلاق تتكلم عن الشخص صح؟ طبعا والأخلاق تزبط صدق هذا الشخص صح؟ مصداقية الكلام بالضبط بس تزبط صدقه تزبط مصداقية كلامه اللي بيعكس صدقه بالمبادئ الأخلاق تظهر في السلوك اسمعلي يا أخي عماد الأخلاق تظهر في السلوك والسلوك تعبر عن طبيعة الشخص والأخلاق والسلوك يعبرون عن مصداقية هذا الشخص تتطفق معي؟ فذا كنت أخلاق المسيح وتعليمه عبرت عن مصداقيته فبالتالي أعمال المسيح لا يمكن أن تخرج من مصداقية مختلفة عن مصداقية المسيح ذات صاحب الأخلاق العالية شوف سيد كريم أنا إنسان عقلاني وأنا بكلمك بالعقل يا أخي عماد أنا معك أنت تكلمني بالمنطق بالضبط أنا مش بتكلم هنا بأيات أنا تكلمني بالمنطق بالضبط أخي عماد أنا عايز أقولك حاجة صغيرة أنا شخص كنت مسلم وقت طويل جدا وكنت ملحد وكنت ملحد أكتر من سمع سنين فأنا أحترم جدا أحترم جدا العقل وأحترم جدا المنطق ولهذا أنا أتحدث مع أخي عماد بالعقل والمنطق شخص أنت رأيت في تعليمه أخلاق سامية إذن هذا الشخص لا يمكن أن يدعي شيء الشخص اللي تجد فيه أخلاقه أخلاق سامية وعالية لا يمكن هذا الشخص يدعي شيء وما الأزى أنا أسألك سؤال يا أخي عماد وأرجو أنك تفكر فيه وتجاوبنا عليه ما الأزى الذي يؤذيك شخصيا لما المسيح يتجول في الأرض يصنع الخير والرحمة والشفاء لمن يعوزهم هذا ما الأزى ما الموضوع أزى ما الموضوع أزى هذا خير مو أزى هل ده يعيب المسيح هذا خير أنا معه هل ده يعيب المسيح هل ده يعيب المسيح أبدا 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 هل المسيح لما يفتح إيده ويشبع الناس أعيب لا أبدا هل المسيح لما يمدي إيده ويشبع الناس عيب لا هل المسيح لما يلاقي وحدة حزينة وقلبها مكسور على ابنها المي ويروح يلمس النعش ويأمر الولد ويقوم من الأموات هل هذا عيب؟ مو عيب بس أنا لا أقنع انتبه سيدكريم أنت إذا بتقل لي اتجه إلى منطقة الشرق الأقصى فأنا معبوزة مع حكمته وأنا مع المسيح مع تعاليمه أنا خارج لطاق الألوها أنا مش بكلمك على الأديان يا أخ عمد أنا أكلمك عن شخص أنا أكلمك أنا معك أنا شو قلت لك أنا قلت لك أنا مع حكمة بوزة ومع تعاليم المسيح طيب أوكي أخ عمد بينك وبين نفسك امسك حكمة بوزة اكتبها وسطرها قدامك وامسك حياة مش بس تعاليم المسيح امسك حياة المسيح وتعاليمه وحطه قدام بعض وأنا يعني أراهن على ضميرك الحي وعلى أخلاقك الأدبية سوف تجد وأنا أضمن لك من هنا على الهواء سوف تجد أن يسوع المسيح ليس مثله أي كائن مهما كان اسمه على وجه الأرض هذا الحديث بالدجال سي مفتوحة أمين أنا أخذ رقمك وهكلم معك لكن أرسل لك هذا الحديث بالدجال سي مفتوحة أرسل لك تحياتي وعيز أقول لك عيز أقول لك أن يسوع المسيح شخصية حقية بتعليم وبحياة طبعا شخصية حقية ما أحد أقل متأسف بتعليم وحياة وأعمال وأفعال هو يحبك هو يريدك أن تكون في علاقة شخصية معه وصلي من قلبي أن هذه الكلمات تلمسك وأرجو أننا نتواصل مع بعض مرة ثانية أشكرك جدا بس ما على شيء تعليق صغير فضل بس تسمح لي طبعا بيقولوا هلأ الحاكمية للإسلام أو الحاكمية في أن الحكم أن يكون إسلاميا بس ما على شيء يفتشوا بالقرآن من أول صفحة لآخر صفحة مالح يلاقوا كلمة حرية معاك أطفق معاك مش مختلف مع حدا بيلاقي كلمة حرية فإذا أنت إذا بدأت تحكمني بدون حرية شون بدي قبلك مزبوط لكن لو فتشت الإنجيل لو فتشت الإنجيل هتلاقي كلمة حرية طبعا طبعا أشكرك أنا وشقه أريانا ربنا يبركك ويقفقكم على القناة أصلي من أجلك وشكرا إليك أعطيتني من أجلك أشكرك صلي من أجلك ربنا يبركك أشكرك جدا أشكرك أخي عمد هل هناك يوسف معنا الأخ يوسف تفضل ألو أيوة مساء الخير إزاي حضرتك مساء النور أهلا بيك تفضل حضرتك دلوقتي أنا سمعت المكالمة صحة حضرتك مع الأخ عمد أنا كان نفسي هو ده نهج البرنامج تمام تفضل أنا أبقي تمام وأعرف واحد صديق حضرتك سمعني بتقول حضرتك أنت إيه سوريا متأسل أبقي مسيحي مسيح أمين جوية صديق جدا يعني أعرف كويس جدا هو كان مصري من أحد الأسباب الأساسية أنه هو بقى مسيحي أنه هو كان يسمع الناس في الجوامع يعودوا يدعو على المسيحيين ويبقى الجامعة لازق في الكنيسة والناس اللي في الكنيسة ما كانوش من طاقة يبدأ بهم أنا عايز أني زي ما البرنامج رسالته أو عنوانه النهاردة رسالة المسيح رسالة الحب أنا مش عايز نجيب حاجة في القرآن ونجرح في الناس لأن دي طريقة لو حتى خلت واحد بي فكر أنه هو ييجي صدقني الشطاب حيركبه والعدة حيركبه مش هيجي خلينا في نفسنا ياسوع جميل دينا جميل خلينا في نفسنا وما نجعل حد الناس في الشرق الأوسط بتموت في الشوارع وكناسة تتحارق والدنيا بتولع عناك جميل أن نحن ننور الناس ونعرفهم بس في نفس الوقت أنا مش محتاج قاعد أقول كذا وكذا وعدد الآيات الحب كذا وعدد الآيات أوكي ما فيش مشكلة جميل أن حضرتك بحثه دوار لكن في نفس الوقت أنا لو خليتك نفسي وأعدت أتكلم عن الجمال عندي أنا عندي جمال لو أعدت أتكلم عنه من السنة الجاية من هنا للسنة الجاية مش هخلصه في ديني تمام أنا أتكلم في جمال ديني طيب أنا هسألك سؤال يا أخي يوسف أنا بحترم رأيك جدا وما عنديش أي مشكلة خلص مع رأيك على الإطلاق لكن أنا هسألك سؤال لو أنت ماشي في مرة مرات وليت شخص بيغرق قدامك وبتحاول بكلمات هادية تقوله تعلمه إزاي يطلع من البحر وهو مش عارف يطلع من البحر أنت هتعمل إيه لأ هساعده طبعا إزاي وشرح للمساعدة لو أنا بعرف عوم هنزل عوم وحاول أشده على الشطر وإنت بتشده ومش هتقلمه مش لأ هقلمه إزاي لأ إنت عارف في قانون الغواص إيه الغواص إيه آه يسأل أي واحد غواص ويسأل أي واحد بيشتغل أو عنده فكرة عن الأمور دي عشان تقدر تنقذ واحد غرقان لازم تنزل ولازم تضربه الأول عشان يفقد الوعي ليه لأنك وإنت بتنقذه لو هو بيعمل أي حركة ممكن يغرأك ويغرأه يا يا تمام اللي احنا بنعمله مش بنهين أو نجرح اللي احنا بنعمله بنفتح الزهن وبعتقد أن المسيح والرسول بوليس اتبعوا نفس النهج أن أنا بفتح الزهن بقول للشخص أن كتابك بيشمل كلمات الحب 84 بس هات لي نص يتكلم عن محبة الله بطريقة شخصية في المقابل بروح مطلع نص من الإنجيل أو الكتاب المقادس يتكلم عن محبة الله بطريقة شخصية أنا بحط جواه عملية بحث حضرتك في الحسة لما بتتكلم على أن لا يحب المناطقين أو حاجات يعني لا يحب الكذب لا يحب النساء حضرتك بتتكلم عن مش عدم الحب أو الحب حضرتك بتتكلم عن وصايا عظيمة هل يعني يعني معلش برضو حضرتك انتقاءت في الحب وعدم الحب يعني ما كانش مصبوط طيب أنا هكلمك هرد عليك أنا أعرف القرآن كتير جاوي بالمناسبة طيب بص يا أخ يوسف أنا شخص كنت مسلم يعني أكتر من نص عمري فأنا أنا عارف جوسف اللي أنا بكلم عنه ده هو أنا نفسي طيب أنا عارف أنا بكلمك بأي لغة مش أفتري على أهل المسلمين أنا بكلم عن الإنسان يا أخ يوسف عن الإنسان كون أن أنت شفت أن الله لا يحب المعتدين ولا يحب الكفار أسين ولا يحب الظالمين شايف أن هي وصايا عظمة أنا أعترض عليك ليه لأن رسالة النهاردة اللي أنا عايز أقدمها وللإنجيل بيختلف معها أو بيختلف مع كل رسالة موجودة على الأرض الإنسان وأفعال الإنسان الإنسان حاجة وأفعال الإنسان حاجة أنا محبش أفعال الشر محبش أفعال الشرير محبش أفعال الظلم محبش أفعال الظلمة محبش أفعال الإسم محبش أفعال الخطيئة محبش أفعال الزنا لكن يبقى الإنسان هو قضيتي هذا الصارق أنا لا أحب السرقطه ولا أحب اختلاسه ولا أحب فساده إم تبقى الوصية تبقى عزمه وسمينه لما الوصية تركز على الإنسان نفسه أن الله يحب الإنسان نفسه لكن لا يحب اعتدائه الله يحب الإنسان نفسه لكن لا يحب إثمه الله يحب الإنسان نفسه لكن لا يحب بعده الله يحب الإنسان نفسه لكن لا يحب ظلمه دي المشكلة اللي أنا بأعرضها النهاردة إخي يوسف هذه الوصاية اللي أنت شايفها عظيمة هي مش عظيمة لأنها بتضرب في إنسانية الإنسان إذا كان الله لا يحب المعتدين معناه أنه مش بيحب الإنسان المعتدي الإنسان نفسه جور الإنسان لكن قوم الإنسان وحب الإنسان وقدم له حب في ذاته في إنسانيته في شخصه وتعالى قل له الاعتداء بتاعك ده أنا لا أتفق معك فيه وده اللي موجود في الإنجيل أنا معرفش يوسف طلع ولا موجود لكن ده اللي موجود في الإنجيل يا أخي يوسف الإنجيل بيقول إيه الله بيّم محبته لنا ونحن بعض خطاء ونحن بعض خطاء يعني خاطي ومعتدي خاطي وزاني خاطي وسارع خاطي وكافر خاطي وأي انديانة مهما كخاطي وبقول له أنت مش موجود لكن الله بيحبني لإنسانياتي حضرتك سمعني أنا دلوقتي سمعك أنت سمعتني آه آه أنا سمع حضرتك أنا سمع حضرتك ووضع أنهم ما نعلمش يعني في حاجة فوضع بحضرت كنترول فوضع ما علينا بس الضغطة حضرتك أنا برضو أرجع أوصل لحضرتك ثاني في كريتي يمن الله لا يحب المناطقين دي معناها مش معناها ما يحبش الإنسان لكن ما بيحبش يعني ما بيحبش الصفة أو ما بيحبش الفعل أخي يوسف ده تفسيرك أنت لا مش تفسير أنا لا ده النص بيقول كده في قاعدة أخي يوسف أنا بقولك أنا كنت مسلم في قاعدة بتقول لا اكتهاد مع النص ده النص كده أخي يوسف أن الله لا يحب المعتدين يعني الإنسان المعتدي الإنسان في ذاته هذا الإنسان اللي اتولد ظروف أكبرته بطريقة معينة يكون معتدي أو كافر كافر يعني يعني عنده ملة تانية أو ديني تاني طب إيه رأيك أن الله لا يحب الكافرين حضرتك بتقول مسيحي كبطي أنت في نظر القرآن أنت كافر مشرك أنا فاهم يعني إله القرآن يا أخي يوسف اسمعني أنا أكلمك بفكر إسلامي أنا كنت مسلم يا أخي يوسف حضرتك في الستوديو حضرتك في الستوديو بتتكلم وما تعرفش أن في ناس بتتقتل وبتتدبح بسبب كلام يعني هم مش نقطين هم عندهم أخي يوسف أخي يوسف المواضيع بقى الفتنة وأننا نعمل فتنة والناس بتتقتل بسببنا المواضيع دي قتلت بحسا لو سكتنا الناس بتتقتل لو ما سكتناش الناس بتتقتل 1400 سنة الناس بتتقتل والعالم كله بتقتل هل اللي كانوا في العراق عندهم قناة هل اللي كانوا في سوريا عندهم هل الأزيديين اللي بيتباعوا سبايا عندهم قناة أو حد هل واحد أزيدي طلع على شاشة واتكلم عن الإسلام أخي يوسف المبادئ دي مع احترامي ليك وأنا بجلك وبحترمك على شكل على إنسانيتك وعلى تفكيرك وعلى أفكارك الطيبة مش هتجيب نتيجة أنا لا بأسيء للإسلام ولا بهين الإسلام أنا بطرح سؤال وهم زي ما بيكفروني أنا طالع بقول أنا مش كافر أنا سألتك سؤال حضرتك هربت منه أنا بقول لك أنت في نظر المسلم كافر طب اسمحلي طب اسمحلي حضرتك كان سراطة بمتاهية مش هربت منه إسمحلي أخي يوسف أنت في نظر المسلم كافر طيب وقالي عمران 32 بتقول إيه إن الله لا يحب الكافرين يعني الآية دي بتقول الله ما بيحبتش يا فندم أنا تاني حضرتك برضو ترجع لمس النقطة حضرتك ده على فكرة رجعت نفسه الأساس أنا بس ألك سؤال في الآية دي أخي يوسف يبقى ده ما حضرتك بتأكد كلامي إن أنا عندي حاجات كثيرة جدا في ديني طب ما نتكلم عن الجميل اللي في ديني ونور الناس واجيب الناس للمسيح بالجميل اللي في ديني من خير ما تتكلم في ديني الناس الثاني يا أخي يوسف يا أخي يوسف حضرتك لو أري أنا بشكرك جدا بس حضرتك لو أريت الإنجيل هتلاقي أن المسيح في إنجيل ماركوس أنا مش أحسن من المسيح المسيح دخل في إنجيل ماركوس صح 7 وابخ الكتب والفرسين على أعمالهم مش لذاتهم على أعمالهم والكتب والفرسين دول طبقوا تطبيق خطأ للوصايا فالمسيح وابخهم أنا مش أحسن من المسيح من حقي أن أنا أطرح أسئلة من حقي أن أنا أطرح أسئلة ولا سيامة يا أخي يوسف غرض برنامجي أن أكلم أهل المسلمين أنا أعرف وأعلم بلغتهم وأعرف كيف أتحدث معهم ومع هذا أنا أحترمك جدا وأحترم رأيك ونحن سنقدم الجميل في المسيحية وباستمرار بنقدم الجميل في المسيحية والقناة مليانة برامج كتير جدا بيقدم الجميل في المسيحية لكن أيضا لازم يكون برنامج هناك بيقول المسلم فكر بناء على 1-2-3-4 ارجع أرى قرآنك بناء على 1-2-3-4 وأنا ما زلت أقول لك القرآن بيقول لك أن الله لا يحب الكافرين وانت في نظر القرآن كافر دا حكم القرآن عليك أخونا طلال من الأمراض فضل أخ طلال ألو مساء الخير أخ أندرو مساء النور أهلا بيك أنا أول شيء بحب أمسى عليك وأنا بإسمي بصلي بصلي للرب وكل واحد يشوفك بصلي للرب أنه الله يكتر من أمتالك اللي ينور الناس ويلجم يلجم كل أفواه المتكلمين على المسيحية وأنا الدين المسيحي أشكرك جدا أخي طلال الله يخليك أخ أندرو أول شيء أنا 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 إنسان عابر يعني دخلت المسيحية جديد يعني كنت مسلم أنه أنا كنت مسلم آه بس أبل أن أدخل المسيحية مرت علي فترة طويلة طويلة كتير يعني إسمي مسلم بس أنا كنت بيت كل البعد عن الإسلام لا صلاة لا صيام لا عبادة لا يعني كنت بيت عن الإسلام بكل 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 تصرفاتي بكل أفكاري بكل شيء لسبب أنه أنا خلص وصلت لمرحلة ما في يعني ما شفت أنه في فائدة بصلي بدعي بس ما في نتيجة وفي تناقض والأحداث اللي قاعدة بتصير كل يوم يعني هم خلتني أشك أكتر بالإسلام فبعدت عن الإسلام بكل شيء واحدة من زميلاتي مسيحية نورتني بس أنا سأتسأل للمرة الأولى أنه كل الفترة اللي أعرفها ما عمرة فكرت تحكي معي بموضوع المسيحية ولا عمرة عرضت علي أنه مثلا أدخل بالمسيحية بس لما لجأت لها وحكيت لها أنه أنا مش مرتاح أنا بايع لا إسلام لا مسيحي لا دين اسمي مسلم بس ما في إله أعبده مقام بوجود الله بس ما في طريقة أني أوصل لأ الله أوصل يعني أدعي فيها الله بلشت تنورني وتحكيني عن المسيحية وبلشت أقرأ وأسمع وأشوف وأحضر عنها لحد ما شفتها وفعلا بلشت أحس بأنه كل شيء منطق وكل شيء واغي يعني كل شيء كل شيء كانت تحكيليها وكل شيء شفت وقرأته بالإنجيل أو حضرته على الفيديو أو مداخلات أثبت لي أنه فيه فرق كبير وأنه أنا راح أشوف الراحة بالموضوع وفعلا دخلت المسيحية وصليت وسلمت حياتي لسيدنا يسوع المسيح ومن البداية بلشت بلشت الأمور تختلف معي من بداية من بداية ما سلمت حياتي للمسيح حياتي كلها بدأت تتغير وشعوري بدأت يتغير سواء حسيت بالراحة أموري بالشغل أموري بحياتي الاجتماعية بحياتي العامة كلها تغيرت أمين 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 نشكر الرب على هذه النعمة تعلم واحدة من الآيات بالإنجيل بإنجيل يوحن الإصاحة الثامن أنا هو نور العالم أمين من يتبعني فلا يمشي بالظلمة بل يكون له نور الحياة أمين وأنا بطلب منك من الأخ أندرو ومن كل واحد بيسمعني أنه يصليلي كمان مثل ما الله نورني واختارني لأمشي بالطريق الصحيح أنه الله يختار أهلي لو أبي يسمعوني ولو ما بيسمعوني ما أظنوا أنهم بيسمعوني ولو أنه شيء صعب علينا إحنا كبشر بس مش صعب على الرب أنه الله ينورهم ويختارهم أمين أمين أخ طلال واتمنى النور اللي وصلني أنه يوصل لكل واحد بالكون أمين 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 ربنا يبركك إحنا نصالي لأجلك والأجل أهلك والأجل كل أحبائنا المسلمين اللي ما زلت أقول أنه مش هدفنا نجرح في حد بقدر ما هدفنا بنطرح أسئلة ونقول للناس فكروا وبنقدم في نفس الوقت المسيح المحب الأخونا طلال اكتشف فيه أنه هو نور العالم النور الحقيقي الذي أتى للعالم ليونير كل العالم ربنا يبركك طلال هنصالي لأجلك والأجل أهلك والأجل جميع أحبائنا في كل مكان في العالم والأجل كل المشاهدين ناخد تلفون ثاني معنا الأخت مونة تفضلي هلو أيها تفضلي ربنا يبركك ربنا يبركك أنا بس عندي مدخلة صغيرة عارفة نوات البرناميقة رب يخلص لكن ده تابع الحلقة ربنا يبركك وبركة حبانا كلهم العالم أعملوا مدخلات أنا بس عايزة أرد على الأخ رغادي يوسف اللي قصل المقنلة قبل الفاتد وبيقول أنه يعني ممكن يكون نحن بالعرض أو البرامن بتهيق الناس أنا أقول أنه يعني الأكل موجود والاتهاد موجود لنا من قبل وجود قناة الفضائية بالضبط ويمكن بلو الوجود القناة بالفضائية المسيحية كان ممكن القدد يزيد والاتهاد يزيد أكتر لكن يعني مش بسبب القنوات تاني نقطة عايزة أقولها حاجتك ربيت علي قلت له على فكرة أنه لو شايف حد يغرأ أنا لازم أنقذه فيه اختبارات آلاف الاختبارات بجنة على قناة الكرمة زي ناس قبل رب وحياتهم اتغيرت وقبل المسيح وخلفية غير مسيحية هذكر على سبيل المثال بسرعة جدا منهم حد قال أنا إمام كان إمام جامع وقال لأن كنت بقت المسيحيين وبفجر الكنيس ورب تعامل معاه وغير قلبه حيات واتصل يشهد وقال لأنا بنيابة عن كل المسلمين ومبعتذر لكم عن الناس اللي أقتلتهم الكنيس وفقرتها ورب دخل قلبه وغير حيات وأنا بتأسف لكم دميابة عن كل الناس دي أمين فلولا وجود كلمة الرب ولولا وجود الرسالة الكرمة بتقدمها وكل القناة المسيحية اللي رب يخدهم بالروح بتقدمها ما كانش في الناس دي حياتها تتغير ويمكن كان الناس يعني لو الإمام ده ما قبلش الرب وغيره وغيره ما قبلوش الرب من خلال البرامج دي كان زمنهم بيفكروا كناس كان زمنهم بمعوتوناش كان زمنهم حياتهم بتضموا لناس كتير فإحنا ممكن بيكون بطريقة غير مباشرة بنحمي حياتنا بنحمي كناس منزودها من خلال الناس المتعصب اللي رب يتلامس معيها من خلال البرامج اللي احنا بنقدمها فعايز أكد لأخوة يوسف أنه رب بيستخدم البرامج بشكل غير عادي يصلمنا وشجعنا ويصلم رب يستخدم برامج كلها بتفتح أيها الناس أكتر ويحمي شعبنا في شرق الأوسط من كل قتل ويكون معهم ويصليهم ورفعين قلبنا في الصلاة لهم دايما وربنا يبركك يا أخا أندرو وبرك كل برامج في خانات الخالما المكبير أمين أمين ربنا يبركك اختمونا شكري جدا لأجل الإضاحة والتوضيح وأنا هتطر رأبل أنه أخونا يوسف كوبتي كما قال أنا هتطر رأبل الفكرة دي مع أنه عندي تحفظ عليها وطريقة محاولته لتفسير الآيات الكرآنية بتبرهن على حاجة تاني كوني كنت شخص مسلم أنا بعرف مدخلات البعض وبعرف الإسلوب اللي بيدخلوا بي والطريقة بتاع محاولة تفسير الكرآن ومحاولة الزج بالآيات بعيدة عن مضمنها فأنا هتطر رأبل أن أخونا يوسف زي ما بقوله أنه قبتي وده برضو تعبير يعني بيتقال في طرق معينة لكن أقول لأخويا يوسف أي أن كان بقى الله يعلم حقيقتك كلام واضح من أختنا مونة كلام واضح مني ليس الغرض تجريح لكن الغرض ترحس السؤال والآتل موجود موجود هل أيام الكشح كان فيه قنوات هل اللي بيحصل في الأزيدية حد بيتكلم فيهم هل اللي بيحصل في الموصل عشان فيه قنوات خليك صريح مع ضميرك وخليك صريح مع نفسك وعيز أقول أن فقط في المسيح رسالة المحبة لا يوجد محبة في أي مكان تاني وأنا أرسل رسالة المحبة إلى جميع المشاهدين بعيد عن أي منافسة دينية أو عقادية أو مذهبية المسيح يحبك المسيح يحبك كما أنت هو يحبك كل ما يطلبه منك أن تتعرف عليه شخصيا لا عن طريق كتب ولا أبحاث ولا أشخاص ولا مذاهب ولا كناس لكن عن طريق أنك تتعرف مع المسيح شخصيا من خلال الإنجيل الذي هو موضوع المسيح المحب ربنا يبرككم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر رب معكم مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخذوع أو بخرف أبداً ولا عقلي سافر سافر إلى واحد إيماني واحد وملوه شي تاني حبني ومت على شاني ومش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا أنا مش كافر